بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وكل من اتبعه وسار على نهجه وبعد نواصل الحديث في اقتباس الأضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكنا في الحلقة السابقة قد ذكرنا ما قاله فيما يجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته من المحبة والإجلال والتقدير وبيان مذهب أهل السنة في ذلك وفي هذه الحلقة نكمل بما ذكره عن المخالفين لأهل السنة والجماعة الذين يطعنون في حق الصحابة معتمدين في ذلك على شبهات أو مفتريات في حقهم رضي الله عنهم ويمسكون عما شجر بين الصحابة أي عن الخوض في الخلاف الذي حصل بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون هكذا بيّن الشيخ رحمه الله ما يجب أن يكون عليه موقف المسلم من الأخبار التي سودت بها بعض كتب التاريخ أو الكتب التي ألفها أهل الحق والظلال وأن على المسلم أن يعلم أن هذه الأخبار لا تخرج عن ثلاثة أقسام إما كذب دسه أهل الزيغ والظلال من اليهود والنصارى وأتباعهم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام زورا وبهتانا وإما أخبار قد اختلط فيها الصدق بالكذب ولم يتميز صادقها من كاذبها وهذا من القسمان يكون موقف المسلم منها رفضها يكون موقف المسلم منها رفضها ودحضها والقسم الثالث ما هو صحيح لكنه لا ينقص من قدر الصحابة لأنه صادر عن اجتهاد والمجتهد ممدوح مثاب لا ينتقص ولا يعاب ثم قال الشيخ رحمه الله مبينا أن ما قد يقع من بعض أفراد الصحابة من سيئات فلهم من الحسنات ما يغطيه ويغمره ويمحوه ويغفره قال وليس كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمح السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطعوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائلهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع ومن نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير القرون بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله مما يدافع به عن أعراض صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما به تخرس ألسنة أعدائهم الحاقدين والمغرضين الذين جعلوا مسبة الصحابة والوقيعة في أعراضهم شغلهم الشاغل لأنهم يعلمون أنه إذا فقدت الثقة بالصحابة تحقق لهم الطعم في هذا الدين لأن الدين جاءنا من طريقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيضا هم خير الأمة وصفوتها وقدوتها فإذا طعن في خير الأمة وصفوتها وقدوتها فقدت الثقة بالأمة وبدينها هذا ما يريده الأعداء لدين الإسلام وكلام الشيخ رحمه الله يتضمن أن إجماع الصحابة معصوم من الخطأ قطعا لأنهم لا يجمعون على ضلالة وإنما قد يتطرق الخطأ لأفرادهم وهو خطأ صادر عن اجتهاد وهو مغفور على كل حال غفرانا معه الثواب والأجر فالحمد لله الذي رد سهام الحاقدين إلى نحورهم ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن كرامات الأولياء وهي خوارق العادات التي يجريها الله على أيدي بعضهم إما لحاجة بالمسلمين أو لحجة في الدين وذلك لأن الناس في موضوع كرامات الأولياء انقسموا إلى ثلاثة أقسام طرفان ووسط طرف ينكر الكرامات وهم المعتزلة ومن تأثر بهم من العقلانيين المعاصرين ويقولون إن الخوارق خاصة بالأنبياء معجزة لهم فلو أجيز وقوعها لغيرهم اشتبه غير النبي بالنبي وطرف غلى في إثباتها وعلق عليها أمورا باطلة من الشعوذة والاعتقاد في أصحابها أنهم ينفعون ويضرون من دون الله وهؤلاء هم الصوفية والقبورية المشركون والوسط وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا وقوع الكرامات لبعض الأولياء الصالحين من غير غلو بأصحابها ولا تعلق عليهم كما يفعله الصوفية والقبورية ولهذا قال الشيخ رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها ويعني بذلك قصة أصحاب الكهف وقصة الخضر مع موسى وقصة ذي القرنين وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة ما هو موجود فيها إلى يوم القيامة وبهذا القدر تنتهي هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين